اتولدت هند روستوم في حي محرم بيك في اسكندرية وتولدت لعيلة أرستقراطية مصرية أول ظهور فني لها كان سنة 1945 في دور كومبارس من خلال مشاهدين بس في فيلم الستات ما يعرفوش يجدبو وفيلم اتمختار يا خيل وبعدها بدأ يجي لها أدوار صغيرة لغاية ما قابلت المخرج حسن رضا وتجوزته وخلفت منه بنتها الوحيدة بسانت وتجوزت برضو الدكتور المعروف محمد فياض اشتهرت هند روستوم بأدوار الإغراء في السينما المصرية في خمسينات القرن العشرين وتعرفت بلقب ملكة الإغراء ومارلين منورو الشر بسبب الشبه الكبير بينها وبين الممثلة مارلين منورو قدمت أكتر من 74 فيلم سينمائي شركة فريد شوقي في 15 فيلم وشركة يحيا شهين في 11 فيلم وتم اختيار خمس أفلام ليها في قيمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية وتكرمت في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تقديرا لأعمالها المتميزة ورحلت عن علامنا في 8 أغسطس سنة 2011